أنت عمر أضاف لك وانت أضافتين عمر أضاف لك إن هو كان مشهور جداً بفنه وبشهرته وانت كنت مشهورة قوي بجمالك وحلوتك ويعني كنت مشهورة بجمالك بجد يعني وقتها لدرجة إنه خدك معاه في كليباته أنت أضافتينه بأنك أنت كنت واخدة بالك منه ومهتمة بأنك زي ما إحنا مثلاً شفنا أحمد سعد علي أباسيوني كانت واخدة بالك منه إزاي في اللوك بتاعه في الستايل في المش عارف إيه هندمته من الآخر هل دا حصل بينكم بين عمر دياب؟ أكيد كل ستة بتعمل كده مع جوزها يعني أنت الستات بتفهم في الموضة وبتفهم إيه الحل وبتفهم الرجل يبقى شكله حلو إزاي الرجالة نبسوا أي حاجة فأه طبعاً ساعدتوا ساعدتوا هاد دا إلبس دم الألوان دي أحلى عليك أكيد قدت وقت تدقيها عشان تبقوا صحاب بعد الانفصال؟ أحنا عمرنا ما تخنقناش يعني خنقات تعظيمة علشان نفض يعني الانفصال أنت قلت انفصال كان فيه مشاكل أه لا مشاكل قررنا قعدنا وتكلمنا أنه لازم ننفس أنه ما جاتش بقى بخناقة أنت وانت وروحتي وروحت وانفصال كان بالهادي كده وقتها غنى ما تخفيش أنا مش نسيت لا دي غنى واحنا متجاوزين كنتوا متجاوزين بس ممكن تكونوا كنتوا مختلفين لا ما كناش مختلفين دا أنا عملت له الفيديو كليب بين بتاع ما تخفيش أنا شوفت حوار وقتها أنا قال إن هو بيغنها لك وإن هو بيحاول أنك ترجعه أنا مش فاكرة صار